السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سنتطرق الى اضافة جديدة تمت اضافتها على السكريل. اه حسابك على السكريل ستجدوها. يعني في مكان هو انك استقوم بارسال المال او طلب ارسال المال لشخص ما. يعني انت اذا كنت تريد ان ترسل المال لشخص ما فتقوم بتقطع سكريل تو سكريل فهذا واضح. لكن في بعض الاحيان يكون هناك بعض الحسابات في سكريل غير موجود فيها سكريل تو سكريل. لكي يرسلك المال او انت لكي ترسل المال. فهنا الاضافة التي تمت اضافته هو ريكويست ماني اي طلب الاموال. فطلب الاموال نقوم بالتقطع عليها هكذا. بعد هنا نعمل هنا الاموال. كم تريد ان يرسلك ذلك الشخص. مثلا. نريد ان يرسل لنا خمسون دولار. هكذا. نضيف هنا مساج اذا كنت تريد ان تضيفه. بعد create link. هنا تقوم باخذ هذا يعني هذا الرابط الخاص بك. وتعطيه لذلك الشخص الذي سيرسلك خمسون دولار في حسابه على سكريل. وبهذه الطريقة تتمكن من حصول على المبلغ خمسون دولار في حسابك. يعني بدون ان تعطيه الاميل الخاص بك. فقط تعطيه يعني هذا يعني هذا الرقم. هذا الخاص بك. ويرسل المبلغ. فانت هنا من تحدد المبلغ. يعني كم هال خمسون دولار او مئة. وتعطيه ذلك المبلغ ترسله على طريق الواتساب. وهو يدخل مباشرة الى حسابه في ويرسلك ذلك المبلغ. طبع الحال يظهر له انه انه قمت بطلب خمسون دولار او مئة دولار او اي مبلغ قمت بطلبه في هذا المكان. نعم هذا من الامر. واتمنى منكم اشترك في قناتنا قلعة الشروح. شرحنا الكثير من الفيديوهات حولها. سكريل. طريقة تسجيل. تفعيل. ايداع. تحويل. السحب. حل مشاكل. كثير من الاشياء قمنا بشرحها على قناتنا قلعة الشروح حصريا. يعني حلقات حصرية. طبع الحال. اذا كان لديك اي مشكل فيرجى تركه في اسفل التعليقات. سأكون سعي جدا بالاجابة عنه. دمتم في امان الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة